موسيقى موسيقى حصريا ديانا حداد بقطعة تقبر قلبي وانا نقول هالضيفي تقبر قلبي وانا نقول له هابي نيو يير عبدالعلي الغاوي مرحبا بيك مرحبا سيمون تصير سعيد بهذا اللقاء هذا اللي تظهر لي وقيل هذه السنة ما تشوف لاش هاي وإكزاكتو مو وناكين احنا دائما على تواصل هذا المكان الشاعري الجميل مرحبا بيك المقر ديال الفنانين بالشمال الله يحفظك مارك الله وفيك انت عندك فرباط وانا شد تفطان مرحبا مرحبا كيف دير كل شي بخير سنساك اكزاكتو موليان سينيواء وعلى فكرة كنتي مني تكلمتين انت على على دار الفنانين اللي كتي ليدك انت قلت يا عناف مو زي قلت رغوالا وراها هيكون كده وكده وكده بالفعل كان اول منبر يعني عنافه ديال نادي الفنانين بالمغاربة يعني كان من ميدي او من عند البرنامج جيالك الحمد لله اللي كيحقق واحد اش غادي ينقول واحد الوديونس اللي تحسد علي مبارك الله وفيك أخي الله يحفظك مرحبا بيك وحبي نيو يير سنة سعيدة ونزيد من العطاء الفني شكرا وانت عطاء الفني دائما انت حاضر انت حاجة ما هتحبسك توقفك على الغناء شكرا لا لا أبدا أبدا حتى الموت الموت اللي يقدري يوقفك على الغناء وهذا هو اللي دير في الدماغ ديري وهذا هو اللي سيكون لأنه في داخلي ذلك الفن ويريت لأنه يبقى في داخلي مدى الحياة نعم كما في داخلي ذلك الطفل الصغير نعم مرحبا بيك انت تبارك الله فنان وعندك اسمك في ساحة الفنية بريدك تقييمك الساحة الفنية دي الـ 2016 في الأغنية المغربية بنسبة لـ 2016 يعني بكل افتخار وبكل فخر بنسبة للفنان المغربي ولا عنده اسم وهذه الشهادة غادي نقولها من هنا من ميدي آن غادي نقول بأنه دومي سيز عرفت واحد نقلة نوعية ومحطة كبيرة بنسبة للأغنية المغربية وبنسبة للفنان المغربي وهذا نقدر نقول لك راجع بعض الأسماء المغربية اللي حملات الأغنية المغربية ومن هنا كانت طلبوا الفارج في القريب العاجل ديال الأخ ديالنا والإبن ديالنا والصديق ديالنا ما غنبوش المغربي غنبوش العربي المغربي العالمي ساعد المجرد نياربي أمين لأن الساعد لأن كينا وحد جنيراسي ليم إيدانتيفي لساعد المجرد لتبين ساعد المجرد سواء في اللوك في جكل في الغيناء في حركات ديالو في كل شيء تنتمنوا أن هاد لتكون عاي هاد السحابة وهاد الغيمات دوز دغية ورجع لنا لأن تنشوف الناس الآن باقين تألفين يعني معارفين ش يعني بحل تكون عندك باكو مكتر تكون عندك وحدات تتلين يزيد ياليز بالنسبة لك هما كل شيء وساعد فنان تبارك الله ابن عائلة فنية وفنان داكي اللي يقدر فتح أبواب هذا لي يعني أن الفناني المغاربة ما كانوش قبل في المشرق ونكين اللي فتح لهم الباب شهرة بمعنى الكلمة يعني احتمديا عند الفنان المغربي كانت يمشي مسكين بجوش دراهم وليل كانت خلصوا لتخيبل غاسة سعد وهذا دي شاهدة أنا تنقولها من هنا وتعطى الفنان المغربي اعتبار يعني أولاد الأغنية المغربية كذلك حتل الهجة المغربية ودب الهجة المغربية بحكمة يعني كان سافروا في دول عربية يعني أولاد ألمود يعني الناس يتقاتلوا باش يتعلموا اللغة المغربية هذا لش راجع بالنسبة لك أنت يا عبد العلي الغاوي لأنك هالتهافوت لأن كانوا محاولات دي الفنانين مشارقة أو في الخليج كانوا تيقديروا هالمحاولات يغنيوا بالهجة المغربية الآن ولا كل شي بغي يغني بالهجة المغربية واش هذا راجع لأن المغرب كان جمهور لأنه جمهور سمي تبارك الله المغربي أو المغاربي أو لأنها كانوا معهرجانات أو لأنها كانوا برامج إداعية وتلفازية لتدخلهم أنهم يأتيوا ما هو بالنسبة لك لاله؟ بكل صراحة و بكل وضوح وقلتها دائماً في اللقاءات ديالي وقالوا لما يكون عندك إعلام وراك يعني افتق بي بأنه هو خط هضرحت باللغة الزيزونية أستسمح على هذه الكلمة هذه يعني سيكونوا عندك المتتبعين سيكونوا عندك لفان ديالك بسعد لما بدأ بدا يعني يدخل من واحد الباب اللي هو واسع برنامج واقعي لفرض الوجود دياله ما شاء الله يعني حبوه ولاد اليوم حبوه لا بنسبة لك دياله لا بنسبة لغنى دياله لا بنسبة لستايل دياله كدلك حتال الفن دياله بيكون صراحة فتبعوه إعلام دونك ذاك الإعلام يعني حتى هو تبع الأغنية المغربية قال هاد سعد المجرد شك يدير فلما تبعوه تبعوه بالأغنية المغربية وكان شكره من هنا لأنه أصوق الأغنية المغربية بشكل جميل وراقي جدا جدا يعني أحب من أحب وكاره من كاره لهذا يعني أقول دائما يعني يعطيونا إعلام نعطيكم ستار في كل يوم نعم الإعلام وكذلك السوشيال ميديا طبعا 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 عنده سطاف لا يستهان به يعني ما شاء الله عنده يعني الناس اللي ضيرين به يعني والمواقع الاجتماعي يعني فيسبوك إنستغرام يوتيوب كلهم تسهلوا سهلوا لكم أنكم تكونوا حاضرين بقوة لأن لجنراسيون ديال السبعينات مشي لجنراسيون ديال دابا لأن ما كانوش إدعات فزاف ما كانش إنترنت ما كانش جوجل ما كانش يوتيوب ما كانش بورتال ما كانوش بزاف هو سيفدو حدين على السوشال ميديا كتين فا وبعض المرات ماتين فاش يقدر يهزك يقدر يحطمك يكو لله بالفعل أنت عندك معاس غيزو سوشيو شوية وناش غادي نقول لك فيسبوك ودكشيو ماشي بزاف يعني بكل صراحة ماشي بزاف لأنه تربين على واحد الجيل وعاشرنا واحد الجيل فكنت من المحظول لأنه كنت جيتنا بين جيلين يعني جيل الرواد وجيل ما غنقول الشبابي الجيل ما بعد الجيل الأول يعني مشينا يعني كنحاول ما أمكان يعني ما غنقولش بأنه مبتعد تماما وإنما يعني أحاول يعني باش نكون ألا باجمي ولكن تيبقى لي أنه هات شباب دي اليوم ماشاء الله يعني عندهم الصبر وعندهم القوة يعني باش يوكبوا هاد الأحداث اللي كي ندب نعم قلتي يعني انتيا بغي شد معاهم مع هاد الجيل اللي بايا يعني انتيا تبارك الله عليك تتجتهد وتتقول أنا يا أنا معاهم أنا غاية دي معاهم دقة دقة لا شد فيهم ما تخممش ما تخممش انت تتبدأ وتتجيد تخدم اليوم جيتي باش نتكلم على الجديد ديالك غني جوج أغاني جداد في هاد 2017 الأغنية اللولة اللي شحال مدعوش هالما قالو ولا عندك الصح اللي بغيتين بدوم عندك الصح لأنه هادي شادي نقولك محطة مهمة بنسبالي لي لأنه ما غنقولش بأنه انضجت باش نغني بمثل هاد الأغاني هادو وإنما يعني أغنية بالنسبة لي لأنا في الريبيرتوار ديالي شكل جديد تماما ما غنقولش بأنه غادي نعطي فيها دي مساج ما غنقولش بأنه غادي نربي فيها بعض الناس أو كده وإنما يعني قلتش أشياء اللي هي واقعية فالمستمع لما غيسمعها أكيد بأنه وغيرت ضد مرياء عندك الصح الكلمات ديال من الكلمات ديالي والألحان ديالي بالنسبة للجوج ديال الأغاني كلمتي والأحني وكذلك تعاملت مؤخرين عندك الصح باي لأ سؤال مع الترامات يلغرين ولكن عندك الصح تيقول لك الله إلا سؤالت كدابة أنا إلا سؤالت كمونتصير قلت لك وشمشات الحلاوة مع ناس الزمان شغالت قللي أه أه عندك الحق إلا قلت لك ما كانت لعداوة ولا طغيان يعني في العهد ديالهم ما كانت إلا قلت لك عاشوا بقليل وكل شيء كان فرحان إلا قلت لك المحبة كانت بين الجيران فأزيد وقص على ذلك عندي الصح نعم كيف أجدت الفكرة أنا كتدير هذه الأغنية الأغنية يعني كنت كتراودني تقريبا هذه واحد سنة ونصب الأغنية كتراودني فكنت دير في واحد القلب أخر يعني ديال حبيبة مع حبيبه وكذا فأقلت هذا شيء يعني متجاوز جدا ويعني كل شيء التي يغني الحبيبة مشات طلعت مع ذاك شي مع ذاك شي فأقلت يعني بكبر السن يعني الإنسان ده برا وصلت وقيلة لثلاثين عام وقيلة أنا تنعي تكديم 27 الله لا يخطيك براك والواحد ولي قاب كلمته فأقلت 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 فالكي بقى الفنان أو ابنه بيئتي فأعني كنغني وعلى حسب ذاك شي اللي كنشوف ولي ضير بنا نعم عندك الصح عندك الصح عندك الصح يلغى ستمعول الآن من الكلمات واللحن وأكيد الغناء عبدالعلي الغاوي ضيف موزايك فاد المباشر على الفيسبوك وكذلك على موقع ميديان بوان كوم مرحبا بكم فاد لقاء معنا الفنان عبدالعلي الغاوي ويراجع لكم عندكم الصح لإنفتي موزايك نحن نقول لك عندك الصح ما عندك شفية الصح هادي تورك الله عليك كلمات جميلة إيش هنطلب لك الوقت أنت تتصوبا هادي السعب العلي الغاوي هادي قلت لك يعني كانت الأغنية كانت عندي كلمات أخرى يعني كانت كلمات عاطفية فقلت يعني هادي شي متجوز فيعني عاوتها يعني عاوت الكلام وحتيت علي هادي الكلام هذا اللي يعني تيظهر لي تيظهر لي عندي الصح عندك فيها الصح هادي القادية شكرا فهذا شهاد أعتزو بها سعب العلي الغاوي الآن تبارك الله سنين من العطاء ونتحضر في الساحة الفنية احنا تكلمنا شوي على تقييم ديالك الـ 2016 وشنو شفنا مولاك ما حضرتش معايا هالأغنية المغربية وش أغنية مغربية هاتش اللي اسمعنا في 2016 هالأغنية المغربية سأقول لك بأنه غدا مشيت السلح فاتح لماذا الأغنية المغربية حاضرة ولكن هالأغنية المغربية هالأغنية الجديدة اللي أريد أن نسمعه تغيب بشكل كثير على الإعلام وعلى اللغاديو وعلى كذلك حتى على الصهرات لأنه نرى نفس نفس الإقاع يردد أريد أن نقلب على كل ما ولو هالأغنية الشباب ما سنقول أنا ولو تقلبوا على كلمة باش يديروا البوز ولا باش ما نعرف شنو فالأغنية المغربية ماشي هدي يعني ولكن نسمعوا إقاعات ما هي مغربية ما هي خالجية فلو بغد تقول تعملوا واحد الغوميكس يعني رموكين تدير أغنية شعبية وتخرج بها على بره وتسوق على بره أحسن تسوق فللحظتي هاد الأغاني ديل هاد الشباب بعض الشباب أقول لأنه كوبي كولي كلها متشابهة هذا لاش راجع فندارك هذا راجع لأنه الناس ما كنتبغي تشتغل يعني وش الناس ولأن الجمهور بغي هات شي ولا الإعلام تدعم هات شي عادي غادي نقول بأنه ما نقولش أستسمح لأنه هذا واقع ما يمكن نقطع وش شمش بالغربان وانا عطيتك باش تقولك وش عندك الصح لا الإعلام يساند بحال هات شي هذا لأنه لما تلقى هات قلت هذا كوبي كولي فلما أغنية شابهة بهذه وبهذه وبهذه فلن هي الأغنية المغربية في نقول الإبداع ما كنش إبداع ولا هات الشاب يمشي عند ملحين لتعامل مع هات لأخر يقول أغنية حال يدار فلأخر يدير يعود راسه يعطي هالإعلام ما شاء الله دري ديالهم باست 20 مليون 30 مليون والذي أغنية المغربية في الأغنية المغربية حاضرة وحاضرة وستبقى حاضرة لأنه دائما يراجع الأصل الأصل وهو الأغنية المغربية الرواد للأغنية المغربية طبعا الأغنية المغربية تبقى حاضرة وعندنا زيالها ما ينقصها إلا الإعلام المغربي خصوصا هذا بكل صرح أنا في نسبة لنا كميديان لأننا نشتغل في ميديا نحن نحرص ونقدمه ما هو جميل المستمع هذا يعني أننا هذك الناس لا تندوزوهم ولكن تنقول لهم لا نقدرش ندوزك ولكن نسير يخدمني على شيء حاجة زوينة ومرحبا بك أنا نشجعك أنا ندعمك أنا نعاونك ولكن تعطني شيء حاجة اللي ما تفيدش لنا المستمع ديالي ألا وهذا ليس شيء ورد يعني كاللوحو عليكم من هنا من هذا المنبر ديالكم لأنه كان سمعوا لأنه ممكن اليوم هنا نصادف سيني في جيل الوسط كنسمعوا كذلك غدغة تجيب واحد من المرواد الكبار يعني هذ شيراتو كنت تشكروا عليه والله العظيم كنت تشكروا عليه جزيل شكر ماشي أنا كان يعني أدر ماشي ورد يعني لأنه أنا في داركم وكان نقول هذ شيء هذا فيعني كنت تحاولوا مأمكان تتقيسوا جميع الأضواق وجميع الفنانين نعم ونتمنوا أننا نتوفقوا في المدينة لأن تبارك الله كانين أصوات جميلة الحمري بعطا أصوات جميلة وكما تنقولوا إحنا جديد لوجد دول قديمة عمرة ما نفرطوا فيه لأن فنانة اللي أعطاوا لبناء والأسوص دي الأغنية المغربية وأنا كذلك يعني شديت من رأس الخيطة دي الرواد دينا وكذلك تعاملت مؤخرا مع فنانين باقين جداد كيفاش تعاون كان سيد العليل غير تعاون يعني من الكلمات واللحن يعني تعاملت معهم تعاملت كذلك مع الفنانة الصعيدة اللي عندها صوت جميل اللي أغنية أغنية مغربية قحة في الستيل اللي أنه نتمنم الله بأنهم تصدفوها في القريب العاجل إن شاء الله لفنانة وفاء عبد الله اللي عملت لها أغنية إحنا أولاد اليوم كذلك تعاملت مع واحد الموهبة اللي عندها كذلك ما تقول في الأغنية المغربية نقية زوينة ما شيدك شي دي الكلام الخبار في رأسك الأغنية تحمقني دي الميا نور إن شاء الله تبارك الله وتقبيع بأنه هذا يقول الكلمة ديهم إن شاء الله بحول الله نعم إذن مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا المباشر على الفيسبوك وكذلك على موقع ميديا أم بوان كوم وحنا مع الفنان المغربي عبد العالي الغاوي اللي يجاب لنا الجديد ديالو الجديد ديالو هي قطعة عندك صح قد نعود نستمع لها في هذا اللقاء وكذلك الآن ديال شحال مغالو لدلها كليب شحال مغالو شنو مغالو شحال مغالو أغنية قد تسمعها كذلك تهي محطة ومحطة كبيرة في الحياة ديالي لأن هذة أغنية مش كنحبة أعشقها حتى النخاع علاش هذة الأغنية لأنه لما غتسمعها غتقولوا هذة سيدرة وقيلة عنده الصح ماشي وقيلة عنده الصح هذة مغنقولش كتابت فيها أو تبعت فيها النهج دي المدرسة الميغرية اللي التربينا بها اللي التربينا بها وبقين كنسمعها إلى يوم من هذا فهذه هي الأغنية هذه هي الأغنية الهادفة للأغنية النقية فقلت ولي ما لا يعني بحكم أنا وأنا صغير كنت نغني اللي ميغري فلما نضجت شيء أنماء ونضجت يعني قلت ولي ما لا نمشي في هاتستيل هادا ديال المدرسة الميغرية ودرت أغنية اللي هنو شبيهة بالمدرسة الميغرية عليش درتي لها كليبش حال ما قالوا السعب العليل غاوي لأنه أغنية تختلف تماما على ذاك شيء اللي قدمت هذه أغنية لا نقولش سنتيمونتال لا نقولش أغنية يعني هادئة يعني هادئة فيها كلام مرقي نتمنى الله بأنه يعجب المستمع كذلك حتى اللحن اللحن هادئ فقلت بارك علينا مزديح كل شيء ضعف ضعف ما شاء الله كل شيء الضجيج والكلام والباتمون وكذا فأغنية يعني كالم كتخلك يعني اللي بديتي لها اللي بديتي هاملول ما يمكنش تفياق سكتتكملها دقمشيتي في تجاه المعاكس ديال الطيار كل يعني 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 تحسبها كده القادية تقول عن أغنية هذه ممكن تمشى أو قد ما تمشى ولما لا يعني كنديروا تخميمات كنديروا دراسات كنديروا يعني مشاورات مع الناس اللي كنتيقوا فيهم في الميدان في يعني يرتقوا بأنه هذه اللي نخرج به هذه السنة هذه مخالفة تماما لأنه جميع لغا ديوم كنتسمع غير غير ما شاء الله الأغني النايدة فقلت وليما لن ندخلوا لهذه العلام ولمنتي تقول شحال ما قالوا شحال ما قالوا رع فيها وفيك وفي الأخر وفي الأخر وفي الأخر فكيف أنا ما نهضره في الناس الحياة رمش هي هذه الحياة رأت نقوله إلى الأمام ما نبقاش غير نهضره لأن بقفو الإنسان تيجي هضر فيك ودك شي راه فيه وكيف يبدأ يقول ره قال فلان ولا سمعت فلان ولا كال فلان فكذلك كفنا من تمن هذا القال والقيل هذا وكان أقولها بحكم الاشتغال في الفن فكان أوجه الرسالة بالخصوص العالم الفني إذن رسالة من عبدالعلي الغاوي بداية 2017 الفنانين شحال ما قالوا ورشع لكم بعد الموجز إخباري الفنانين والميساج يوصلهم يعني لماذا لا نرى ما في مصر كنت درتي أن هذه الفنانين يعني يكونوا بزاف الحواج التي يجتمع فيها الفنانين يتلقوا فيها يدروا على مشاكلهم ويقدروا الحاجات يتفرحهم يتفقوا يدروا شي نقابة صحيحة ليخرجوا بقوانين صارمة اللي بزاف الحواج فالنادي الفنانين جاء كذلك بشيدير هذة الأشياء ولكن ليس بالنقابة إحنا يعني أستسمح لا علاقتنا بالنقابة فإحنا نادي الفنانين كنديروا في هذه الأشياء لا ما تدعيش للنادي ديالك لا لا أنا تدعيش لله زي ما هذة شي اللي تنشوف في مصر كالنقابات كالنقابات بزاف الحواج اللي تهتموا بالفنان تدافعوا لحقوق الفنان بزاف الحواج علش هذة ما زال ماش فنان طبعا لأنه كيف يعقل بأنه في المغرب عندنا ثلاثة نقابات فنية ثلاثة ديال نقابات فنية ويعني هما كلهم أصلا مستنسخين يعني كانت النقابة الأولى خرجوا منها واحد جوج نادوا داروا نقابات عودوا من بعد خرجوا دوك الجوج خرجوا منهم واحد دار نقابات تقبيل بأنه يكون ربعة وخمسة وستة وسبعة فما عمرنا سينتفقوا لأنه لقوا سهلا لقوا يديروا قانون ديال النقابة وكنت ضيع الفنان أو لا تضيعون طبعا وليل في الغري في الأمر يعني كيشمأزل الإنسان والفنان كذلك لأنه لنا كنقول ما بخفو كانت تحطو مثلا في حال قلتي يعني ندي الفنانين دائما يعني كي دير نادوات في هذا الشكل هذا يعني كنديروا لقاءات فيما بيننا كنديروا كذلك حفل مؤخرا اللي كرمتوا برنامج سنوي فالحمد لله كان هذا العام هذا موفق لأنه كانت أول تجربة بالنسبة كرمنا فيها الصحفة الفنية وهذا الحفل لأول مرة كي يدار في المغرب يعني باش تكرم الصحفة الفنية سواء المكتوبة سواء المسموعة سواء المرقية المرقية يزوج الوجهان دو بمشات لأن نحن على فيسبوك على موقع فهذا الحفل هذا يعني بكل صراحة وكنتشكر جميع الفنانين وجميع الصحفيين اللي كانوا بواحد الكثرة يعني بحيث ما كنش متصورين بأن سيكون ذلك الكم ديال الصحفيين وديال الفنانين فجميع يعني تقريبا جميع الفنانين وجميع الصحفيين حضروا لهذا الحفل وبكل صراحة ما كنش كانت توقعوا بأن سيقع ذلك كذلك أسمح من هذا المنبر هذا وكننقول بأنه كن بعض الصحفيين كذلك لتقلقوا علينا فجنا قلنا لهم بأن هذي كدورة أولى يعني ستكون دورة ثانية إن شاء الله بحول الله وإحنا يعني كونا واحد اللي جاينا هي اللي تكلفت يعني فيها أستيدا جميعيين فيها عرأسهم كان الأستاذ أحمد ريان اللي كان مترأس هاد هاد اللجنة هدي هما اللي يعني داروا الاختيار ديال هاد الصحفيين لنسيتوا ميديئان لا منسيناش ميديئان لا أبدا ميديئان في القلب قلت لك قلت لك العيتاب خارج الميديئ ولكن أنا نقول لها لنسيتوا ميديئان لا سيمون تسير فكانت دورة أولى يعني رانسين بزاف ومش نحن نجيون نلقوكم ترينيتوا مزيان والمسائل مزيان باش ننجيون مراجين نلقوكم إن شاء الله بحول الله ولكن ميديئة يعني حضرة دائما ركاج عزيز وغالي وبغينا نقول لك هدها جزوين اليوم الله يطول عمر سنة سعيدة وطوال عمر حبي أنيفرسير تتمنو لك طوال عمر شكرا أخجلتني 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 موال شهرات ميديا موال شهرات موال شهرات لغير قلتي 30 لأنا قل 32 الله خليك باش من كذبوش عندك تبارك الله ولدات وعندك حفاد شغلك شغلك همونتصير لا عندك صح طبعا عندك صح همونتصير ولوم ولداتك تواهل ما تبع لأنه عندك الأخذ يالكسي محمد الغاويت هو فنان ومليداتك تواهل ما مدخل لا هو عندي غير وليد واحد ما شيل وليدات عندي وليد عندي وليد وعندي طبعا حفيد اللي كان بوسه من هنا يا سليمان وكذلك يتيشبه لك بزاف ولا نقوله أنت تشبه له الله حفظك الشرب دكز لما الحساب منتصر ما قلت شي عندك صح لا تشيله كله كله عندك صح يعني لأحد الأرى ما قلت شي حاجة ما شه الفن اللي بغاو يدخل حفيدك أو ابنك دابا كبر تبارك الله ما وش غادي نقول لك يعني في البداية دي يعني البداية دي لو حاولت ما أمكان بأنه ندخلوا الكنسيفراتوار فما تخليش وأنا كنت في داخلي تنقول يارب يارب ما يدخليش لهذا العالم والحمد لله لأنه كان طبعا ديال الوالدين فيعني مبتعد تماما على هذا العالم هذا ما تدخلش فيك فنيان تقول لك الأب الوالد لماذا غنيت هذه الأغنية ولا الوالد ما تغنيش باركة عليه كل شي حاجة بحالتها كينوش حط الغيرة جوية لا 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 بالعقل عندي واحد الوالد اللي يخليه يعني متفتح جدا ولكن الحمد لله يعني احتيت له الأغنية العربية يسمعها المغربية يسمعها الأوروبية يسمعها يعني كي يسمع جميع أنك تضرب حال زاوية الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لو لدي الوالد الأخ دي اللي عنده ده بس بعسني اللي يسمع لنا ده بس متوجد ما شاء الله غادي تكون منه الشيطان واحد مغربية يعني غادي تكون قنب لد الموسم وانت عنده بابا وعنده عمو لش الله هارب لما بغاش يكمل ويهز المشعال يكمل دي العائلات الغاوي إذن هدل لقاء مباشر مع السعب العلي الغاوي نديروا واحد وقفة موسيقية نديروا هادش حال يا سلام الله 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 نرجعوا للأغنيات من بين الأغنيات اللي معمرها تموت يعني غادي تردد دائما غادي تبقى في الدكرة دي الناو في الخزانة دي الكل الإذاعات عام العلي هادش حال هادش حال من أجمل مغنيت يا سعب العلي الغاوي لقيتها جميلة يعني هذي أغنية بالنسبة لي أغنية مغربية طبعا نقولها وعمر بيها فمكيها منتصر لا قصت قولي عندك صح معلوم عندك صح أولي هادش حال يعني من ريبيرتوار المغربي اللي معمره ما يموت يعني نغني وغدا وليوم وعام الجاي دائما تردد وكل مرة سمعتها وإلا وكتعطيك لنفي باش تعود ديت سمع وهذه الأغنية المغربية نعم الآن لاحظنا بأن تبارك الله الشباب نحن في المغربي يعني شباب مغربي عنده أصوات رائعة أصوات رائعة احتف الوطن العربي نحن تنشوف برامج كيشاف الأصوات كالين أصوات تبارك الله اللي قدروا يفوتوا وقال اللي تحكيم تكونوا غالسين تتلفوا تقول لهم أنتم ميزة ما بلاستكم تمارا فنانة أنت مع هذ البرامج كيشاف الأصوات طبعا لأنه مدام ما عندناش مثل هذ البرامج في المغرب فالواحد يقصي يقلل على رأس ويشوف أغوش يا ضغوات فكيف قلتي عندنا أصوات جميلة وجميلة والدليل يعني كتبقى فيناليس ما غنقولوش كيد ديوها القليل اللي كيد ديوها ولكن أموان بعد يعترف بها من جميع الفنانين دي العالم العربي بأنه في المغرب كيين أصوات جميلة كيبقى غير يعني المساندة مساندة وخاص الدعم كذلك لأن وزارة تقافي ممكن لدعم كل شي لأن عند ميزانية ضعيفة بالنسبة لهذا خاص الناس لأن اللي دعموا الفن يكونوا خارج على ما هو رسمي في المغرب يعني كين شركات اللي عندهم فلوس ديروا فوندانسيون اللي احتضنوا فنانين اللي عاونوهم اللي شجعوهم لأن الوزارة ماشي بوحدة يمكن لدعم تقاف ما لغزمو هذا الوعي هذا بقي ما عندناش لأنه في مصر كين كين صناعة نجم كين الناس اللي هم يعني كين تجو في الفن كذلك في السينيما أو في الغناء أو هذا بقي ما وصلناش لهذا الوعي لما قدي نوصل بأنه راه الفن حتى هو استثمار يعني كتخسر عليه مثلا مثلا خمسين ألف درهم راه لغزي يعطيك خمسمائة ألف درهم نعم بأنه أعب لس بي تقالا حسب أنتك كيف تحسب ولكن تقولك أنا فلوسي في الفن شمين هذي الفن ديجا 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 بعد الناس السامح حوام الله يعني كيشوفوا بأن الفنان المغربي دائما داك داك المسكين دريوش ما قاريش ما هذا ما هذا فهمسي للأسف ولكن تقبي لما يعني غد تبدل الرؤية بالنسبة للفنان والحمد لله ولينك نشوفوها يعني الفنان ولا تتعطال يعني القيمة دياله والمكانة دياله الحمد لله واتش كله طبعا سيدنا الله ينصره لما كيكون عيد الشباب أو عيد العرش يعني كيسم فنانين شباب أو لا أو لا من جير رواد فهذا اعتراف من صاحب الجلالة يعني يجبوا يكون الأخرين يجبوا يقتادوا به نعم فالحمد لله ولينك نلمسوا شيئا ما ولينك مثلا يعني كانت ترقوا أبواب ديال البرلمان أولا ديالوزراء يعني كي تحن أبواب فهذا شيء جميل كذلك تعطتنا بطاقة الفنان فبطاقة الفنان يعني شغالي نقول لك اعتراف من الحكومة المغربية ومن البرلمان المغربي وتصدق عليه طبعا بأنه رأى الفنان ولس عنده بطاقة لا مش غير الفنان مش ضروري يخصي يكون عندي بطاقة باش نتسمى فنان لا يعني تردلوا الاعتبار تردلوا الاعتبار سعود علي الغاوي في 2017 كيف قلت لك يعني كان بعض الأسوأ الناشئة اللي قلت لك يعني اللي غد قل الكلمة ديالها وكذلك عندي تعامون من بعض الشباب وكان وفاء عبدالله قلت ليا وفاء عبدالله صوت جميل رائع يعني بغا تمشي في طريق الأغنية المغربية لكينا لم يأنور يعني شوية شبابية وشوية مغربية وكان أصوات ومؤخرا يعني كان فكروه وش كي دار نادي الفنانين غادي دير ملحمة يعني أكبر ملحمة مغربية اللي بغي تقول لي غادي تجمع عدد كبير من الفنانين فدرناها درنا أغنية كانت تغنو بها على المغرب وعلى المغرب فين وصل والمغرب الاني والإنجازات ديال المغرب فليحضروا فيها تقريبا 17 الفنان كلهم أسماء وازين أو أسماء مرموقة فبغينا ولماذا لا ندخلوا القيناة تستحني أن تكون عندنا الرقل القياسي نعم والآن دو سنجل جدا هي عندك الصح وش حال مغالوف اللي فيها كليب أغاني أخرين موجد لا في الطريق إن شاء الله في الطريق هادو إن شاء الله هادو إن شاء الله هادو غير ياخدو الطريق ديالهم اشدو الطريق ديالهم وإن شاء الله نندزو العمل تاني فانتمنى الله بأنه هادو يشدو الطريق ديال ومشنو النصيحة اللي تعطيهم هادو الشباب الآن اللي تيغنيو بأنه هم يسوقوا قلؤون تنظر على الفن أقرأ ولا ما قروش لا ولكن لا بلاتي خاصة ميكونوا قاري نسمح لي أناتان أنا الفنان خاصة يكون عندي قاري لأن في هادو الوقت إلا أنت يتبارك الله لغا تقلس بأي وباش نحورك نحطان هادو حلو نيفو لطلعوا النيفو شوية يقول الله الموهبة ولا بدنا معا الناس وانا كنا نتنفرح لأن كنا هادو 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 تيجوا عندي تبارك الله عندهم إجازات عندهم كذا وكذا وكذا كذلك هاد هاد جوج يعني جوج لم أغنقوش مواهب يعني لأنه دخلوا يعني الحقل المغربي الأغنية المغربية من بابه الواسع فكذلك للأخت وفاء عبدالله اللي عند الإجازة ما شاء الله واني كتحضر الدكتورة ديالها هذه خاصة تجي عندي الموزايك وهادو مستعدين حتى من غداء كذلك لم ينور كتحضر أظن هاتش ديال الماركوتينج وكذا يعني ما شاء الله يعني الناس متقفين ولكن ما كان ستنيوش يعني ما شي مقاري شاي ما غتغني شاي وإنما وانا كنت كنت شوية طبعا سعب العليل الغاوي استمتعنا معك في هذه الحلقة ديال ما تقول ليش بأمنا وسالينا وصلنا لنهاية هذه الحلقة وسأتعيني نداس ضغية استمتعنا معك وتنقول لكم مبروك على جوج أغنيات الجداد يالك اللي هي عندك الصح وشح المقال وعندك الصح هي اللي عندين عودون نستمعونا لآن في نهاية هذه الحلقة شنو نقدرون نتمنى لك لألفين وسبعت شو نقول لك هنت يتحتى في البعيد ميلادك شنو نقدرون نطلب صحة والسلامة والله يحفظ البلاد ديالنا والله ينصر الملك ديالنا وكن حييكم وكن شكركم كيف كان شكر البرنامج ديالك الشيق اللي كيتمنى أي فنان مغربي أو في أي فنان عربي لأنه كنت مؤخرا في الإمارات وكنت مجالس مع بعض الفنانين المرموقين يعني معروفين فما كرهش بأنهم يجيوا يحضروا معك أو يجلسوك وكذلك لأنه الحمد لله ولعنده الصيت دياله مسموع خارج أرض الوطن شكرا لك عندك صح وهاتش كله يعني لأنه أنت غزال وضريف وتبارك الله عليك وكتخلينا قليز مع رأسنا الحمد لله مرحبا بك في الدار دارك سياب العليل غوي عندك صح نهاية هذه الحلقة شكرا لوفاكم لإعادة ديالا الوحيدة صباحا تلقى وغدى مع موس ماير موسيقى